بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدنج STC أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل الفني النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج من نمازج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه هذا النموذج يسمى high wave أي الموجة العالية يتكون هذا النموذج من جسم صغير يقع تقريبا في منتصف مدى الأسعار وذيول هذه الشموع طويلة من الطرفين حيث يتم التداول في مدى سعري كبير جدا وينتهي الحال بسعر إغلاق قريب نسبيا من سعر الفتح ومن اسم هذا النموذج واضح أنه يعبر عن ارتباك شديد في السوق مرة تكون الموجة العالية للبائعين الدبابة السيلرز ومرة أخرى تكون للمشترين الثيران البيرز وده معناه أن كل من الثيران والدبابة قد فشل في مهمتهما فكل منهما مضطر لشان موجة عالية في اتجاه الآخر وينتج عن ذلك الارتباك الشديد في أسعار السوق فتلاقي أن البائعين لم يستطع أحد منهم سحب الأسعار إلى أدنى وكذلك المشترين لم يستطع منهم سحب الأسعار إلى أعلى طيب المتداول يركب موجة مين البائعين أم المشترين المتداول الذاكي في هذه الحالة لا يركب أي موجة هيستنى لما يشوف الموجة دي هتنتهي على إيه ثم بعد ذلك يدخل بالبيع أو بالشراء بعد أن يكون السعر قد استقر وتحقق الإنعكاس بالكامل لأن زي ما احنا عارفين أن النمازج الإنعكاسية لا تعكس الاتجاه مباشرة ولكنها تمهيد لهذا الإنعكاس وخد بالك من النقطة دي كويس أن النمازج الإنعكاسية عموما لا تعكس الاتجاه مباشرة بس بتكون تمهيد لهذا الإنعكاس بعد ما تستقر الأوضاع ويحدث الإنعكاس بالكامل يتدخل المتداول زي ما هنشوف على الأمثلة العملية على الشرط وعادة ما تعطي الموجة العالية الإذن بانقلاب الأسعار فإذا كانت الموجة العالية في الأدنى فإنها مؤشر لانقلاب الأسعار إلى أعلى وبالتالي ممكن بعد وضوح الإنكاس تدخل مع المشتريين صفقات شراء والعكس صحيح إذا كانت الموجة العالية في الأعلى فإنها مؤشر لانقلاب الأسعار إلى أسفل وبالتالي تقدر تدخل مع البائعين صفقات بيع حيث أن ظهور هذه الموجة عدة جلسات تداول متتالية بعد اتجاه صعودي يعني انتهاء هذا الاتجاه وتحوله إلى اتجاه هبوطي والعكس بالعكس في حالة ظهور هذا الاتجاه عدة جلسات متتالية بعد اتجاه هبوطي يعني انتهاء هذا الاتجاه وتحوله إلى صعود وإلى أن نلتقي مع نموذج آخر من نماذج الشموع اليابانية لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلم الرياضيات ومحل الفني وسيكولوجي في صوت المال والأعمال وفي النهاية اذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته